اشتركوا في القناة لعائلة الباذنجانيات وللفلفل الحار العديد من الانواع التي تختلف في شدة حرارتها ومن هذه الانواع ما يدعى بالفليفلة الدغلية الطويلة ويعود الموطن الاصلي لهذا النوع من الفلفل الى كل من امريكا الوسطى والجنوبية وتم جلبه الى اوروبا في القرن الخامس عشر من قبل كريستوفر كلومبس ويستخدم الفلفل الحار في الطبخ كنوع من التوابل الشعبية كما تم استخدامه طبيا لآلاف السنين وذلك لاحتوائه على مادة الكابسيسين التي تعتمد درجة حرارة الفلفل على محتواه من هذه المادة فكلما احتوى الفلفل على المزيد من الكابسيسين زارت درجة حرارته ويعد الفلفل الحار غانيا جدا بالفيتامينات والمعادن والنحاس والبوتاسيوم بالاضافة الى العديد من المركبات والمواد المضادة للاكسدة مثل اللوتين والكابسانثين والفولازانثين والاكثار في الاكلات الحارة قد يسبب العديد من المشاكل لكن تناولها امر ضروري لصحة الجسم ويقم من الاصابة ببعض الامراض فيعتبر الفلفل الحار واحدة من الاطعمة التي تساعد على تعزيز صحة الجسم نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات وهي فيتامين جي وفيتامين كي وفيتامين با المواد المضادة للاكسدة البوتاسيوم حمض الفوليك فوائد الفلفل الحار على الصحة تناول الفلفل الحار يعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبي وتنشيط الذاكرة والوقاية من الزهيمر والخرف وامراض الشيخوخة نظرا لاحتواء الفلفل الحار على النحاس والحديد وبعض المعادن الضرورية لصحة الجسم فهو يعمل على علاج الانيميا ويساهم في تكوين خلايا الدم الحمراء ويعمل على خفض ضغط الدم والوقاية من امراض القلب والاوعية الدموية لانه يحتوي على البوتاسيوم وحمض الفوليك وبعض الفيتامينات والعناصر الغذائية الاخرى ويعتبر الفلفل الحار من مسكنات الام الطبيعية حيث انه يحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للالتهابات ويعمل على التهاب المفاصل وهشاشة العظام والتخلص من ألم الكدمات والالتهابات والاحمرار يحتوي الفلفل الحار على نسبة عالية من الغيتامينات والمواد المضادة للجراثيم والفيروسات لذلك فهو منشط قوي للجهاز المناعي ويحارب البكتيريا والعدوى ويحتوي الفلفل الحار على فيتامين سي وألف وبعض الفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز التنفسي وحمايته من الأمراض والالتهابات نظراً لاحتوائه على فيتامين ألف يعمل على تعزيز صحة العين والرؤية ويحميها من الضمور البقعي ومشاكل الرؤية يحتوي الفلفل الحار على الخصائص والمعادن التي تعمل على الوقاية من الأمراض السرطانية المختلفة حيث إنه يمنع تكوين الأورام الفلفل الحار يساعد على منع القرح والتهابات المعدة وذلك لاحتوائه على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجهاز الهضمي والمعدة يساعد الفلفل الحار على فقدان الوزن والتخلص من السمنة المفرطة لذلك ينصح بتناوله مع ممارسة التمارين الرياضية لإنقاص الوزن ما تأثير الفلفل الحار في السرطان؟ ثار الجدل حول تأثير الفلفل الحار في مرض السرطان إذ تشير بعض الدراسات إلى أنه قد يلعب دورا في التقليل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان إلا أن دراسات أخرى وجدت العكس تماما وسنذكر فيما يأتي بعض أنواع السرطان التي أشارت الدراسات إلى أن الفلفل الحار قد يقلل من خطر الإصابة بها سرطان الثدي إذا وجد أن مركب الكابسيسين يمكن أن يبطئ نمو نوع من أنواع سرطان الثدي يسمى سرطان الثدي الثلاثي السلبي والذي يعد علاجه صعبا والذي يوجد عادة في العصب الثلاثي التوائم أو ما يعرف بالعصب الخامس سرطان الرئة إذ يشير المعهد الأمريكي لأبحاث إلى أن مركب الكابسيسين يثبت نمو الخلايا السرطانية في الرئة عند الفئران ولكن هذه الدراسات أجريت على الحيوانات فقط وليست على البشر وعلى الرغم من الآثار الإيجابية للفلفل الحار في العديد من أنواع السرطانات إلا أنه قد يزيد خطر الإصابة ببعض أنواعه الأخرى كما ذكر أن هناك تأثيرا سلبيا لمركب الكابسيسين في السرطان فعلى الرغم من أن العديد من الدراسات قد أشارت إلى دور هذا المركب في تقليل خطر الإصابة بالسرطان إلا أن هذه الدراسات ما زالت غير مؤكدة كما وجدت دراسات أخرى وجريت على الحيوانات أن له تأثيرات مسرطنة فعلى سبيل المثال كما أن هناك ارتباطا بين ارتفاع كمية الفلفل الحار التي يتناولها الشخص مع ارتفاع خطر إصابته بسرطان المرارة كما أن ارتفاع استهلاك الكابسيسين ارتبط بارتفاع خطر الإصابة بسرطان المعدة وبالإضافة إلى ذلك فقد وجد أن تناول مسحوق الفلفل الأحمر الحار كان واحدا من عوامل الخطورة للإصابة بسرطان الفم والحنجرة الآثار الجانبية للفلفل الحار فيما يأتي بعض الآثار الجانبية للفلفل الحار الإحساس بالحرقة في الفم حيث إن العديد من الناس لا يحبون الشعور بالحرقة الذي يتبع تناول الفلفل الحار كما أن تناول الفلفل الحار بكميات كبيرة قد يسبب الالتهابات والتورم والإحمرار والآلام الشديدة ومن الجدير بالذكر أن مادة الكابسيسين الموجودة في الفلفل الحار ترتبط بمستقبلات الألم مسببة للإحساس الشديد بالحرقة كما تجدر الإشارة إلى أن التعرض لهذه المادة بشكل مستمر قد يقلل من حساسية بعض الخلايا العصبية ويجعلها غير حساسة للألم ألم المعدة والإسهال قد يسبب تناول الفلفل الحار ألما في المعدة لدى البعض وقد تشمل الأعراض أيضا الإحساس بحرقة في القناة الهضمية بالإضافة إلى التشنجات والإسهال المؤلم وتزداد هذه الأعراض لدى المرضى المصابين بمتلازمة القولون العصبي لذلك يجب على هؤلاء المرضى التقليل من استهلاكهم للفلفل الحار والأطعمة الحارة الأخرى لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك